اشتركوا في القناة لشان يوصل للهدف صعد القمة بسهولة وحافظ على مكانته رغم ظهور العديد من الرحالة الشباب إلا أنه ما زال لإسمه وهج بين الناس مغامر شرس ما يخاف الصعب يتحدى وشجاع عنيده راسه يابس ليقرر يصير يعني يصير ما يستسلم ولا ينهزم الليلة في عسيف معاب نتخطى حدود المكان والزمان ونرجع معاه لذكريات الماضي ونعرف خطط الياي حيلا من يانا ونور بيته ومكانه على السيف يمكن كثير من الناس يعني تستهويهم موضوع السفر والتنقل ما بين المدن والدول الكثيرة لكن غليل منهم الممكن أنه يفهم المعنى الحقيقي من السفر والتعرف على الثقافات والمعلومات والعادات والتقاليد في هذه الدول فاليوم سيكون معنا الرحالة عبد المحسن البغلي سنتكلم عن كثير من المقامرات هياك الله معنا ومنورنا اليوم في عسيف الله يحييكم يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة طول عمرك سعد لي مساك اليوم الرحالة هذا اللقب اللي يطلق على قليل من الأشخاص اللي يقدر يوفر الوقت ووفر الجهد ويبدأ يرسم خطة وينتقل من مكان لأمكان وأتوقع هذا هو شغف يعني ما هي مهمة تبي توصل فلوس مثلا ولا تبتوصل رسالة مثل قبل لا هو شغف يعني خنقول اكتشاف نعم متى صار عندك هذا الشغف الشغف أو خنقول الفصل الجديد أو فصل من فصول الحياة بدأ في عام 2009 تقريبا لما دخلت عالم الدراجات النارية فعليا الترحال بدأ في 2013 لما بدأ أول رحلة طويلة لي اللي طلعت فيها من الكويت وتوجهت فيها إلى المحيط الأطلسي صحيح يمكن الواحد قد يكون عنده هذه الهواية فيه ناس يقولك أنا عندي هواية السفر رحبنا أن أسافر نعم لكن فيه فرق كبير بين أنت تكون هاوي للسفر وبينك تكون رحالة نعم شنو الفرق بينهم خنقول حينما يكون واحد عنده هواية الهواية شيء الرحالة أو خنقول اللي أنا ما أخذها على عاتقي أو الشغلة اللي أنا أبي أحققها هو مو مجرد يعني هواية ركوب الدراجة هو الهدف لها هدف معين وفي عندي رسالة معينة أبي أوصلها خلال فترة ما قبل دخولي عالم الدراجات كنت في مجال ثاني أنا صراحة كنت في الغطاع النفطي في أحد المراكز القيادية فكان على طول عندي خنقول في عندنا من طبيعة العمل أنه يكون عندنا تواصل مع وفود وأجانب من الدول الأخرى فكان يحز بنفسي بعض الأحيان لما نكون قاعدين خنقول مع مجموعة من الأشخاص من عدة دول ونقول لهم الكويت يستغربون شنو الكويت وين موجودة شنو إيه فالنقطة هذه يمكن خلت عندي الحافز أني أنا بعد ما أتقاعد تقاعد طبعا أنا من الغطاع النفطي كان قلت تكون عندي وظيفتي ليديدة هو إيصال وتعريف العالم في دولة الكويت كأنك ممثل دولة الكويت نعم وسفير في هذه المدن تخصصك هندسة نعم هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية أنا اليوم أقول لك مهندس وكابتن التخصص هذا فادك في تصليح خنقول دراجة إذا اختروا طبعا هو خنقول الهندسة الميكانيكية وخبراتي السابقة أكيد ساعدتني لأن المركبة الدراجة النارية هي مركبة وبالتالي أثناء استخدامها لا بد أنها راح يكون تتعرضي لبعض الأعطاء وإذا ما تعرضت على الأغل في أكو الصيانة الدورية فوايد مهم يعني أني أنا أستغل وقتي في شيء مفيد بدل ما أنا روح أدور على ورشة أو مكان أو شخص يسوي للعملية الصيانة أنا أسويها بنفسي وبالتالي هذا يعني يزيد من ارتباطي مع دراجتي سنقول سير الارتباط أغوى أنا أعرف بالضبط شنو فيها وإذا كان أثناء سنقول حتى أنا أبدل الزيت وفلتر إذا في أي شيء يعني سنقول أعطال قد تواجهني راح أكتشفها وأصلح قبل لا لا تصير على الأقل أنت فاهم الحركة الميكانيكية للدور حوالينك وانت بهذه المركبة نعم نعم يمكننا بروح لموضوع ثاني أنك تسافر عن طريق دراجة نارية فيها صعوبة وخطورة جدا كبيرة يعني ممكن أتفهم سيارة كبيرة تقدر أن أنت تنام فيها تعبت تشيل أغراض وايد لكن اللي يشوفها فيها صدوقة تقريباً صغار نعم ماذا تتصرف إذا كنت تعبت تبيت نام هل أنت تتلع فيها من الكويت لأي دير أنت تبيها كل أداة لها مهام معينة الهدف الذي أنا أريد أن أصل يحتاج أن في البداية لأن أصل اسم الكويت وأعرف العالم بالمواطن الكويتي لازم في البداية أكثر الحاجز الهيبة لأن شخص غريب زايرهم الدراجة خصوصاً لما تكون دراجة بسيطة و شخص واحد بروحه سيكون هذا يكون فيه نوع من التعاطف التعاطف هو مفتاح الدخول إلى قلوب الآخرين قبل دخول إلى بيوتهم وهذا شيء جداً يساعد في إتمام مهمتي والله مفردة جميلة استخدمت التعاطف نعم أنك أنت يأي على سيكل فأكيد تعبان و مجهد حياة معنا و التاح أما رايح بسيارة و حزام الأمان هذا يأخذي إلى سؤال نعم الحتش ليس أسرار الحتش يعجبك شيء تب تشتري لا دب لا صندوق و نتعطى لا تقل تشتري شيء واحدة أجاوب على سؤالك و جزء من سؤالها يلا عشان واحد يستمتع في رحلته في حياته و ليس على الدراجة أو ترحال كلما تكون خفيف يعني أنت حين تلابس كاشخ خزينك و كذا بس ما أعتقد حين راح تروح تركض صح يعني عشان تركض تحتاج لبس خاف تحتاج لبس خفيف صحي ما راح تحط الكرفتة و الجاكيت و هذا راح تبي شيء خفيف صح إذا أنت بتروح للبحر ما راح تروح ولا بس العفسة تبي الشيء خفيف بالتالي هذا نفسه ينطبق على الترحال كلما خففت من الأشياء اللي حوالينك راح تستمتع في الرحلة و راح تقدر أنك توصل إلى مسافات أبعد لأن خفة الأشياء هذه صحي الفكرة أنه هو يعني خلق قلت قلت شغلة أنه واحد يجهز الدراجة صحي قبل أجهز الدراجة لازم أجهز نفسي أني أنا أوكي يعني خنقول مثل ما تفضلت الترحال لما واحد بيروح خنقول أبصد شي بروح بيت تلاقي ويكند ثاثر يومين أو ثلاثة أيام خذ معه جنطة 40 كيلو معنا هو لا يحتاج يعني هو مشرط يبدل كل الصبح بدلة فبالتالي يقلل من الأشياء التي يحتاجها صحيح فيكون كل ما معه هي عمار عن أشياء أساسية فخفة الأشياء ما أقدر أشتري فعلا صح يعني تمر على شغلات تحسف لا تحسف تقول أخ لو أقدر أشتري أوش لا هذا جزء من تجهيز النفس جزء من تجهيز النفس أني ترى واحدة من الشغلات نحتاجه هذا نحتاجه من نحتاجه واحدة من الشغلات أنت لماذا تحاول أنك تيب كل الدول إلى الكويت صحيح خل كل الدول مكانها أنا عجبني الشاي في واحدة من الدول خلاص أنا أشرب هناك وأرجع وأخلي الذكرى فيكون هذا الحافظ أني أروح مرة ثانية هناك عجبني القطعة هذه السفنيرة والتحفة هذه عجبتني خلها هناك خليها في ذاكرتي عشان أرجع مرة ثانية وأشوفها أطلع حرتك بالتصوير أي أكيد هذا هو والله لو يايا على تحفة ولا شاي كان زين طبعا أنت أكيد نحن 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 وزن زايد طبعا أكيد نحن نرى أحد الرحلات التي رحتها خاصة في الصين نرى بعض المغططفات نرى نتكلم عنها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وين بدأت بدأت من الكويت من البيت من الكويت من الكويت من الكويت من الكويت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات إيران باكستان وبعدين دخلت الصين كم يوم كانت تقلت بسهولة ولكن أكيد لم تكن بسهولة طبعا الصين هي جزء من الرحلة التي بدأت بدأت في شهر سبعة 2019 وهي امتدت طبعا الرحلة هذه انهيتها في السنة في 23 عشرين ولكن كان فيه توقف بسبب جائحة كورونا صار فيها توقف حوالي ثلاث سنوات وقفتها طبعا الصين هي واحدة من الدول التي كانت واحدة من الأهداف أو الحلم أني أنا أوصل لها وأقطعها والحمد الله بفضل الله سبحان تعالى قدرت أقطع وحقق رقم قياس فيها بين أنا الشخص الوحيد الذي قطعت 11000 كيلومتر على أراضي الشعبية مهندس عبد المحسون لدي أسئلة واحدة صراحة منذ أربع حلقات لكي أقدر أكتفي الآن أنت بتتلع من البيت نعم أكيد أنت راسم خطة والطريق مؤشوائي نعم عندك أجهزة معين تتحرك من خلاله تكون برمج خطوات كلها وحط سنقول الخطة عن طريق حتى التايم أني أنا سأصل الساعة الفلانية ولا تخليها تشذية على الله هو طبعا سنقول عادة سواء كان رحلاتي إلى أوروبا أو آسيا الوسط كان فيها مجرد شيء مفتوح يعني أنا ما عندي تغيد ما في عندي حجوزات لا طيران ولا فنادق ولا أي شيء فأخليها مفتوحة حتى خط السير يعني خلني أقول أنا بالالفين وسبعت عش أو ستة عش سبعت عش كان هدفي أني أوصل إلى الدار الغطبية الشمالية وإلى بحر اليابان هذا الهدفين اللي حطيتهم خط سير الرحلة يعني ما كان محدد ولكن في بالنسبة حق شرق وجنوب شرق آسيا كان الوضع يختلف وذلك بسبب أن الدول هذه عندها اشتراطات عندها قوانين معينة الموضوع هو ليس مجرد بس يعني فيزا تأخذها من السفارة كوني أنا عندي معاي يعني قاعد أروح لهم في مركبة ومركبة أجنبية فبالتالي في تصاريح والتصاريح هذه عادة تكون ملزمة أن أدخل الدولة في تاريخ معين ولازم أطلع منها في تاريخ معين صحيح مو كل الدول يعني مثلا في خلال الرحلة هذه بالنسبة حق دول خليج موضوع مفتوح إيران باكستان هاي الدول يعني تقدر تدخلها تطلع منها في أي وقت ولكن مثلا الصين بوتان لاوس فيتنام كامبوديا تايلاند هذين الدول يطلبون منك موعد محدد ولازم تلتزم فيه صحيح طيب إذا بروح لموضوع آخر يعني الخطورة فيها جدا عالية خصوصا ببعث الدول قد يكون فيها قطاع طرق وغيرها وتطلع بروحك صح ومحد معاك نعم شو ممكن الأهل يتأكدون من سلامتك ويعني هذه الأمور أكيد حصلت لك شوفي قطاع الطرق يعني خنقول جزء كبير من المفردة هذا موجودة نشوفها ونطبعت في مخنة من التلفزيون من وسائل الإعلام فعليا هي مو موجودة هذه واحدة شيء ثاني دائما النهار يعني أأمن فيه أأمن بعدين أنا هدفي أني أنا أستمتع أستكشف أشوف فبالليل يعني خنقول جزء من المفردة اللي قلتيها هذه موجودة في الظلام نعم الظلام في يعني فبالتالي بما أني أنا قاعد أتحرك في وضح النهار ما ما قاعد أواجه الحمد لله خلال عشر سنوات من من 2013 ليه اليوم الحمد لله ما واجهتها بالنسبة شون أتواصل مع الأهل أنا عادة يعني أكون خنقول في بداية اليوم أنا اليوم مالي أبدأ خنقول بالساعة السبع وسبع نصف أعطيهم أبلغهم أني أنا بداية الحركة مالتي عادة أنهي اليوم مالي بين الوحدة إلى الثلاث العصر وصل إلى المنطقة الثانية يعني حاليا في الوضع الحالي الإنترنت موجودة في كل مكان والحمد لله أمور طيبة الحمد لله موضوع الأكل نعم تأكل طبعا أكيد لازم نأكل هناك ناس عنده حساسية مثال لا أحب هذا الأكل لأن تتروح بعض الديار نعم أكل غريب تتوحق بالأكل أكيد أنك تأكل من أكلهم يعني يعني تقعد في البيت عادي للسهولة أنا اكتشفت يعني واحد طبعا يتعلم على الأشياء هذه أفضل وجبة هي البيض البيضة مدام أنها مسكرة أأمن فهي آمنة صح فبالتالي أنا يعني تيني أي أوقات أو خنقل معظم خنقل الدول اللي أنا يعني ما رح أقدر أحصل فيها أكل بالطريقة الإسلامية والأكل اللي أنا ما رح يعجبني وعشان ما أتعب نفسي بيض ثلاث وجبات بيض الصبح والظهر وبروتين وبروتين وهي البيضة فيها وجبة كاملة صح فبالتالي ما أذي نفسي تطبخ انتك أنا إيد معاي عدة الطبخ عادة آه ممتاز عندي خنقول شولة صغيرة والشاي طبعا أنا لازم وجبة الريوق وائد مهمة بالنسبة لي بيضتين أو ثلاث بيضات خبزة أقدر أحصلها أكيد هذه بسيطة والشاي موجود والشاي أخذ معاي أشياء خفيفة أنا أتوقع ناكسك شيء بعد قول شاي بقصم لا لا هذا دشينة في الرفاهية الرفاهية لا هذه مو بوجودة وليس الأساسيات الأساسيات هو الجدر الجدر الصغير القورة الصغير الصفط والشاي لأنه خفيفة حسنا حسنا نحن نرى رحلة الهند وننتكلم عنها بشكل أكثر سنرى مع بعض موسيقى 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 أنا موسيقى 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 نسألك عن الأكل نعم هذه فيديوهات الهند نعم هذا أحدهم واحد من فيديوهات الأكل قلت أن مرات أشيل معي من السوق هناك نعم على طريج بو يوم يومين نعم وتفضل الأشياء الناشفة عشاء الله تختار طبعا دائما الأشياء الناشفة هي أقل خطورة من الأشياء التي تكون رطبة أقل خطورة من الأشياء التي تكون معاها زيوت أو مطبوخة فعليا فبالتالي في خصوصا معظم الدول هذه ولما تجد تتحرك في القرى سيكون عندهم دائما يستخدمون الفواكه المجففة فالفواكه المجففة هذه هم تعطي قيمة قذائية وممكن يعني أقدر أخذ لي طبعا ما لا أخذ كميات أخذ كمية ستكفيني حق يومين أو ثلاثة أيام على ما أحصل شيء ثاني طحيح نبتكلم عن رحلة بورما شون يتلك الفكرة أنت تتبع تروح بورما أو مني مار طبعا أنا كان هدفي في الرحلة هذه اللي هي بديتها في نهاية ألفين هذه فيديوواتها صحيح نعم هذه هي أحد هذه هي الحدود الحدود الهندية مع بورما أو مني مار كان هدفي أني أنا أغطي معظم دول آسيا فبالالفين سبع تاريش أو الفين ستة عشر سبع تاريش قطيت الجزء الشمالي من آسيا اللي هو أرمينيا أذربيجان جورجيا كازاخستان منغوليا وروسيا كلها فبالالفين ستحت عشر الفين وعشرين حاولت أني أغطي الجزء الجنوبي من آسيا فميني مار هي أحد الدول اللي كانت موجودة على خط السير وفعلا استمتعت فيها يعني يمكن أنا خلنقول أتوقع أنا آخر المحظوظين اللي دخل ميني مار لأنه بعد ما طلعت منها سكر العالم انشغل في موضوع الكورونا ولكن للأسف ميني مار انشغلت في موضوع الحروب الأهلية صحيح ولا زالت إلى الآن ميني مار مغلغة لأنه عندهم حروب أهلية مهندس عبد المحسن اليوم إذا بغيت أسألك عن موضوع الثقافات اللي تعلمت من الدول اللي هناك نعم أنت ممكن الهدف الأساسي كان أن أنت تبرز دور الكويت أو كبلد أمام الدول الأخرى نعم استفت من الثقافات شيء يديد علينا لأن الآن السوشال ميديا والإنترنت خلاص فضاء واسع نعم قبل لقلك فوائد السفر حين كل شيء نعرف قبل أن نسافر هل أنت بهذه الرحلات استفقت شيء حتى على النطاق الشخصي أنا راح أريد على جزئية أنت قلتها أن الفضاء الواسع فبالتالي انتفت الحاجة إلى السفر بالضبط كلامك هذا ممضبوط اسمح لي عجيب لأن أنت اللي قاعدة تشوفه هو عبارة عن سرد ممزوج بأهواء سياسية وأهواء شخصية مو كل شيء نشوفه في الخنقول الميديا هو الواقع اللي موجود لا لا واقع جدا مختلف يعني في عديد من الأمور صراحة أنا اكتشبت واستمتعت في هذه الاكتشافات يعني منمار أعتقد قبل فترة طلع أن هما عندهم يحاربون المسلمين وكذا وأنا شخصيا رهت لهم اكتشفت أنه عندهم ما يقارب الخمسة آلاف مسيد الحريم المسلمين لابسين مثل ما لابسة أختي وما أحد يتعرض لهم قاع يبيعون يبيعون يعني وحتى في العاصمة مالتهم العاصمة أن تلاقي الحريم طبعا الشيء الشيء البسيط اللي يبيعون الكباب والشغلات هذه قاعدة هي يتبيع ولابسة الحجاب المسايد موجودة فكان حتى بكن جزء من الفيديو اللي سويت أو المقطع أني أنا دخلت ثلاث مسايد خلال أن رحلتي ما كانت طويلة كانت خمسة أيام فأنا طبعا في كل يوم الصلاة الوحيدة اللي أصليها في المسيط الصلاة اللي هي الظهر والعصر قبل قبل الله أبندر أو أوقف فكان الخطمال أني أنا كل يوم في رحلتي كنت أصلي فيها فهذا الشيء ما كان وطبعا واحدة من الأهداف اللي أن أثناء رحلتي خلال اكتشاف العادات أحاول أشوف إذا هل في عادات مشتركة بين العادات الكويتية الخليجية وعادات الدول الثانية وفعلا يعني مثلا في مملكة بوتان اكتشفت أنهم يحبون القاعدة على الأرض مثل ما نحن متعودين خنقول بالعهد السابق ولا زالت عندنا يعني أنا عندي في البيت أرتاح على المطرح القطن القطن موسفنج في مملكة بوتان لما تروح طبعا كان فيه استضافات من بعض العوائل حقي تلاقي هم يقعدون على الأرض يقعدون على الأرض وتي الأم عندها الجديرات الصغار هذي له وتحط لك في طاسا وتعطيك نفس الطريقة نفس العادات اللي موجودة عندنا نحن في الكويت وفي منطقة الخليج أغرب العادات مو شي ما شفت أو ما كنت متوقع أن هذه الموجودة بين الشعوب يعني احنا نتعودين دائما أن نشرب الشاي حليب شاي حليب مع شكر صحيح واستغربت أنه طبعا مالح يعني نظام الشعوبة هذا يعني هو شاي حليب ملح طبعا حل أنه يجرب وهذا شيء غريب يعني صراحة شفت اكتشفت أثناء ترحالي أطول رحلة كانت أي رحلة أطول رحلة كانت هي رحلة آسيا الوسطى اللي هي قطت أرمينيا جورجيا روسيا كازاخستان ومنغوليا هذه الرحلة خذت مني خمسة شهر وعشرة أيام ما شاء الله قطعت فيها خمسة واربعين ألف كيلو ما شاء الله هذه كانت أطول رحلة والوجه الياية وين راح تكون إن شاء الله أنا خلي الوجه الياية حق الوجه الياية عشان بعدين تعرفونها بعد ما أرجع أقول لكم عنها إذن الله أكيد موضوع التكلفة نعم أين تسكن في فنادق معينة أسكن في كل مكان أي مكان أي مكان بس ما عندك خيمة عندي يعني عادي تبات بالخيمة مرات إي لأن يعني أقول لك هو جاء الوايد حلو إنسان يستمتع صحيح طبيعة الحياة صح في بساطتها فبالتالي عندي خيمة طبعا خيمة صغيرة يعني هذه الحجمها تقريبا حوالي 30 سانتي بس لما تنفتح كافية حق شخص واحد جربت يعني طبعا نمت في هنقول شارع نمت في مخفر في كنيسة معبد عجيب في كل مكان نفس اللي ينامون بالمسايد أي مكان على قراتهم أي يعني ما في أأمن من أماكن العبادة صحيح ودائما ناس موجودة على طول نمت في كل مكان ودروا أنك مسلم طبعا قاعد تشوفوني أصلي ممتاز يعني لا أحد أتكلمك لا 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 بالعكس احترام موجود يعني صحي صحي تكلفة الرحلات ما كثير ممكن تكون قد تكون عالية أو على حسب على حسب هناك مرة طريقة أنك تشتغل في مكان عشان لا لا أقول هذه الدرجة لنشوفها هذه واحدة من الأشياء لنشوفها بالأفلام طبعا اللي قاعد تشوفينه خصوصا الرحالة الأجانب يعني هو لسبب معين يطلع من ديرته فهو يطلع أساسا يعني ما عنده موعد فبالتالي هما يضطرون أنهما أثناء مسيرهم يشتغلون عشان يمولون رحلتهم صحي الحمد لله احنا في الكويت يعني باني متقاعد هل تأتي معاك فيزا ولا كاش عندي الكل لازم يكون عندي كل شي تأتي عندي كل شي طبعا طبعا هو خنقول الرحلة يزيد تزيد تكلفتها إذا كان فيه إجراءات قانونية أو خنقول دخولية التصاريح 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 هذه هي اللي تزيد التكلفة ولكن التكلفة الفعلية يعني خصوصا نهدراجة فكمية البنزين تكون بسيطة صحيح ومن ناحية السكن قاعدة أروح حق أرخص وأوفر الأشياء ممتاز الأكل البيض موجود لأنك أنت عمل يعني وصلنا معكم لإحتام حلقتنا اليوم تقي فيكم إن شاء الله باتشر بحلقة يديدة واستثنائية تصبحونا على خير 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 تصبحونا على خير